الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أبنائي وبنات الطلاب في مادة مبادئ القانون وبين يدينا درسنا في هذا اليوم بعنوان إثراءات القسم الثالث منه وهي مراجعة لما تم دراستها أثناء هذا الفصل وقبل الشروع في الدرس نود أن نراجع نحن وإياكم ما ذكرنا نود أن نذكر أهداف درسنا لهذا اليوم وهي الهدف الأول وهو أن تعرف بالقاعدة القانونية وأيضا توضح معنى أن القاعدة القانونية عامة ومجردة وكذلك توضح معنى أن القاعدة القانونية تنظم ماذا؟ جانب السلوك أيضا توضح معنى أن القاعدة القانونية ملزمة ومقترنة بماذا؟ بجزاء كذلك تميز أوجه الشبه والاختلاف بين القواعد القانونية وقواعد العادات الاجتماعية أو القواعد الأخلاقية أيضا تبين أنواع الجزاءات القانونية فهناك أنواع للجزاءات القانونية وهذا ما سنوضحه من خلال مراجعتنا لما تم الدراسة وفي أثناء هذا الفصل هنا سؤال وهو ما مفهوم القاعدة القانونية ما المقصود بالقاعدة القانونية قد وضحنا ذلك من خلال أدروس السابقة فحاول معي أن تستذكر هذه المعلومة ما مفهوم القاعدة القانونية أحسنتم الإجابة نقول أن مفهوم القاعدة القانونية هي الوحدة أو نقول النواة هي الوحدة أو النواة والتي يتكون منها ماذا؟ القانون والقانون الذي يتكون من قواعد قانونية يهدف إلى تنظيم ماذا؟ تنظيم جانب السلوك الأفراد في المجتمع بالأمر إما بقيام بعمل أو امتناع عن عمل بحيث تكون هذه القاعدة القانونية إما تكون بأمر بمعنى يلزمك أو يجب عليك أو غيرها من الألفاظ وربما يكون بالامتناع عن عمل يحضر هذه النواة وما يسمى القواعد القانونية هذه أصلها مواد مواد قانونية قد كتبت ووضح فيها جانب إما بقيام بعمل أو الامتناع عن عمل هذه المواد القانونية تجد أنها داخلة داخل أحد هذه الأنظمة من ذلك مثلا نظام العمل يدخل فيه عدد من قواعد القانونية وأيضا بما يسمى القواعد القانونية هي المواد القانونية أو الامتناع عن عمل في نشاط ما بشكل عام ومجرد ويصدر بخطاب ملزم عن السلطة العامة في الدولة ينتج عنه حقوق والتزامات وتنظيم لأنشطة المجتمع وجزاءات تطبق على من يخالفها وهذه حقيقة هذا المفهوم القاعدة القانونية أنها أولا تأتي بأنها عامة ومجرد فلا تقصد محمد أو خالد أو سعد أو غير ذلك من أسماء وإنما في الأصل أنها عامة ومجرد المقصد بها أنها لا تقع ويقصد بها واقع محددة وإنما أي واقعة مماثلة لما تم كتابتها في هذه القاعدة القانونية فإنه ينطبق عليها كذلك نقول أنها ينتج عن هذه القاعدة القانونية جزاء في حال ماذا؟ في حال المخالفة كذلك نقول في مفهوم القاعدة القانونية مما جاء في المثال للقاعدة القانونية وردت في المادة الثالثة الفقر الرابع من نظام الجرائم المعلوماتية ما نصه؟ هذا هنا مثال على القاعدة القانونية ننظر إلى هذه النص العبارة القاعدة القانونية وهي بما يسمى المادة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أي من الجرائم المعلوماتية الآتية الفقر الرابع المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهوادف النقال المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها لاحظ معي في هذا النص القانوني جاء بما يوجد عندنا قبل قليل من التعريف بالقاعدة القانونية أولا لاحظ معي أنه أتى المنظم ولم يذكر شخصا بعينه فهي عامة وأيضا مجردة بمعنى ليست لواقعة محددة وإنما هذه في عدة وقائع مماثلة لما جاء في هذا النص النظامي وأيضا نلاحظ أن في هذه المادة القانونية يترتب عليه جزاء في حال المخالفة فهنا عند المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقال المزودة بالكاميرا وما في حكمها ماذا يحصل للشخص عندما يرتكب هذه الجريمة نقول أنه يعاقب بالسجن بما جاء في هذا النص مدة لا تزيد على سنة بغراملة 9000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب هذه الجريمة أيضا ذكرنا من الخصائص العامة للقواعد القانونية هناك خصائص داخلة في هذه القاعدة القانونية هذه القاعدة القانونية لما تكتب لها خصائص وضحنا في خيال الدروس الماضية ما هي خصائص القاعدة القانونية أول هذه الخصائص أنها عامة مجردة عامة مجردة وما المقصود بالعامة المجردة؟ المقصود بذلك أنها تتميز القاعدة القانونية بأنها تصدر أو تصدر بشكل خطاب عام مجرد بمعنى أنها لا تخص شخصا بذاته وأيضا أو ينحصر تطبيقاته على واقع بعينها إذ إن القاعدة القانون تسعى لتحقيق العدل ومساواه وهذه وظيفة القانون ما هي وظيفة القانون؟ هو تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع وبالتالي فهي تطبق على أشخاص يشتركون في صفات محددة ووقاع تشمل شروطا معينة وقد تطبق القاعدة القانونية على فئة معينة من أفراد المجتمع كالقواعد القانونية المنظمة لإنشاط التجار فهنا ربما تكون هذه القواعدة القانونية على التجار أو على فئات محددة مثل ذوي العاقة وغير ذلك أيضا وتلك المنظمات العلاقة العمال مع أصحاب العمل للقاعدة القانونية المقررة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا نلاحظ من أمثلة القاعدة العامة المجردة ما جاء في النص المادة الأولى من نظام حماية الطفل الصادق المرسول المعركي رقم ميم تقسم 14 وتاريخ 32-1460 على أن الطفل كل إنسان هنا يبين لك من مقصود بالطفل ما المقصود بالطفل الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامن عشر من عمره وبالتالي ينطبق وصف الطفل حسب هذا النظام على كل إنسان لم يتجاوز الثامن عشر ويتمتى بالحماية القانونية وواردة في النظام ومنها ما نصت عليه المادة الثالثة من ذات النظام يعد إذان أو إهمالا تعرض الطفل لأي مما يهتي في الفقرة الثانية عدم استخراج وثاقة ثبوتية أو حجبها وعدم المحافظة عليها التاسعة فقرة التاسعة استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره هنا أيضا من مجاة الأمثلة وقد تطبق القاعدة القانونية على فئة معينة من أفراد المجتمع حيث نصت المادة الخامسة من نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 تقسيم ميم عام 1421 تمنح الدولة المعوقين قروضا ميسرا للبدء بأعمال مهنية أو تجارية تتناسب مع قدراتهم سواء بصفة فردية أو بصفة جماعية أيضا من خصائص القاعدة القانونية أنها تنظم السلوك وما المقصود بذلك؟ نلاحظ أن الإنسان بطبيعته أنه كائن اجتماعي فتلاحظ أن الإنسان لا يعيش بمعزل عن الناس وإنما تجده يختلط بالناس لذلك قد يحصل نشوء خلافات ويسعى الفرد أو نلاحظ أنه يسعى كل فرد إلى حماية مصالحه يسعى إلى حماية مصالحه وقد يضطره الأمر إلى استعانة بقوة تكفل له حماية ما يظن أنه حقه من هنا يبرز دور القاعدة القانونية في تقويم سلوك أفراد المجتمع لتحقيق الأمن والاستقرار والتعايش المسالم بينهم وتقرير الحقوق لكل فرد هذه الغاية هذه أيضا من الغايات في وظيفة القانون أنها تحقق جانب التعايش وأيضا تنظم السلوك تنظم جانب السلوك أيضا من خصاص القاعدة القانونية أو نلاحظ هذا المثال نصة المادة السابعة والخمسون من نظام المرور الصادر بالمرسوم الألكي رقم 85 تقسيم ميم عام 1428 للهجرة على أنه يجب على قائدي المركبات وركابها استخدام أحزمة الأمان والمقاعد المخصصة للأطفال أثناء السير على الطرق أيضا نلاحظ كذلك من خصائص القاعدة القانونية من وظائفه توجيه الأفراد إلى أهمية أن يصدر منهم سلوك منظم في جميع نواحي الحياة هذا مما جاء في شرح لأنها من خصاص القاعدة القانونية أن تنظم ماذا؟ تنظم جانب السلوك وكذلك نلاحظ أن مع تطور القانون جدت أمور في حياة الناس ومن ذلك ما يحصل من خلافات في الجوانب أو الحقوق الإلكترونية لذلك نلاحظ أن المنظم سعى إلى تنظيم هذا الجانب سعى إلى تنظيم هذا الجانب وأيضا أعطى لكل شخص حقه وما يجب عليه في هذا الجانب فربما يحصل منه نشوء خلافات أيضا من خلال هذه الوسائل التواصل الاجتماعية فعند ذلك جاء المنظم لتنظيم هذا الأمر وأرتب عليه أمور وجزاءات في حال المخالفة أيضا من أمثلة الخصاص القاعدة القانونية أن تنظم السلوك نصة المادة الثالثة من نظام كافحة الجرائم معلومتي الصادر بمنسوم الملكي رقم 17 تقسيمين عام 1428 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ماذا؟ كل شخص يرتكب أي من الجرائم معلومتي الآتية في الفقرة الخامسة التشهير بالآخرين التشهير بالآخرين والحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة أيضا نلاحظ أن من خصائص العامة القاعدة القانونية أنها ملزمة ومقترنة بماذا؟ بجزاء يترتب عليه جزاء أيضا هذا الأمر من خواص أو من خصائص القاعدة القانونية أنها ملزمة يعني يجب عليك أن تفعلها ليس لك الخيار بأن تقول أفعل أو لا أو لا أفعل فيجب عليك أن تنفذ هذا الأمر سواء بالحضر والامتناع أو بوجوب الفعل أو بوجوب الفعل وهذا الأمر في حال المخالفة ماذا يحصل؟ يترتب على ذلك جزاء فيجب على الأفراد وكذلك أفراد المجتمع الانقياد إلى اتباع نظام معين لجانبي حفظ الحقوق والأمن والاستقرار المعاملات المجتمع بين الأفراد إذ ليس للفرد حرية الاختيار بين تطبيق القاعدة القانونية أو عدم تطبيقها المثال على ذلك في جانبي أنه ملزم وأيضا يرترتب عليه جزاء نصة المادة الخامسة من لاحة المحافظة على الذوق العام الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 444 عام 1440 عن الهجرة على أنه لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام أو أي من مكوناته أو موجوداته أو أي من وسال النقل ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية كما نصت المادة الثامنة على الغرامة المالية جزاء لكل من يخالف أحكام هذه اللائحة هنا سؤال ما أوجه الشبه والاختلاف بين القواعد القانونية وقواعد العادات الاجتماعية والقواعد الأخلاقية قواعد العادات الاجتماعية جزاء مخالفتها ماذا؟ هو استنكار المجتمع واستهجانه لذلك السلوك المخالف الهدف من هذه القواعد العادات الاجتماعية تهدف إلى إقامة علاقات ودية بين أفراد المجتمع أما القواعد القانونية نلاحظ أن جزاءها مادي ويقوم بتطبيقها من السلطة العامة في الدولة الهدف من ذلك تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على كيان وسلامة المجتمع هنا نلاحظ وجه أوجه المقارنة بين القواعد الأخلاقية وقواعد القانونية القواعد الأخلاقية جزاء مخالفتها ماذا؟ معنوي ويفرضه الفرد على نفسه دون تدخل السلطة العامة هذا في جانب القواعد الأخلاقية الهدف من ذلك الهدف إلى سموب الإنسان والسعي للوصول إلى مرتبة المثالية القواعد القانونية جزاء مخالفتها أيضا مادي ويقوم بتطبيقها السلطة العامة في الدولة والهدف من ذلك تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على كيان وسلامة المجتمع هنا تتعدد صور الجزاء المترتبة على مخالفة القواعد القانونية الجزاء عنصر لازم للإزام إذ إن أثره يتبين في إجبار الأفراد على احترام القواعد القانونية والعمل بها والجزاء يتنوع بتنوع الغرض من القاعد القانونية وله صور هناك عدة صور للجزاءات هناك إما يكون جزاء مادي أو جنائي وهو الأثر والعقوبة المترتب على ارتكاب فعل مجرم وضار بالمجتمع مثل ماذا؟ عقوبة السجن الغرامة لحيازة مثلا سلاح ناري الفردي أو ذخيرة دون ترخيص وعقوبة السجن لمن أدينه بتهريب المواد المخدرة والمؤثرات الأقلية وارتكاب جرائم الإرهاب أو الاعتداء على شخص آخر بالضرب هذا جزاء ماذا؟ جزاء جنائي الآن سنأخذ النوع الثاني من الجزاءات وهو الجزاء المدني وهو الأثر المترتب على مخالفة القواعد القانونية لتحمي مصالح والحقوق الخاصة للأشخاص والهدف من ذلك جبر الضرر ويقع على الذمة المالية للشخص المخالف ومن الأمثل على الجزاء المدني الأسباب التي تؤدي إلى بطلان العقد كالتعاقد على بيع أثاث لا يملك الباع وليس مفوضا ببيعه من مالكه الأصلي فعند بيعه لهذه السلعة وهو ليس مالكا لها وهو غير مفوض بهذا الأمر فإنه يترتب على ذلك جزاء وهو إبطال هذا العقد والتعويض المالي لإصلاح أيضا المركبة التي تعرضت لحادث سير من قبل المتسبب في الحادث كذلك من أنواع الجزاءات الجزاء الإداري وهو الأثر مترتب على مخالفة الموظف للتعليمات والقواعد الأدارية أثناء تأديته لمهام وظيفته ويصدر من صاحب الصلاحية مثلا جزاء الفصل من الوظيفة حرمان من الإجازة خاص من الراتب حرمان من الترقية هنا صور الجزاء ذكرنا قبل قليل أنهما تكون جزاء جنائي أو جزاء مدني أو جزاء إداري وبذلك نكون انتهينا من درسنا في هذا اليوم نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمر الصالح ويلهمنا رشدنا ويوفقنا لكل خير ويعيننا عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين